ينضم إلينا عبر كاميرا أكسترا نيوز مرة أخرى الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون المجتمع المدني صباح الخير على حضرتك يا فندم تسمعوني جيدا؟ صباح الخير على حضرتك كافة المشاهدين وكل عام وحضرتكم والشعب المصري بخير وحضرتك بخير يا فندم لو حضرتك تكلمنا عن آليات عمل وزارة التضامن لتحقيق التكامل في مسألة تقديم الرعاية والخدمات للفئات المستحقة في إطار مبادرة حياة كريمة طبعا بكل تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالتعامل مع الأسرة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري بنص جهودنا مع مؤسسات المجتمع الأهلي المصري طبعا بكل تأكيد كلنا سمعنا وشهدنا إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان عام 2020 عام للمجتمع المدني وده بمثابة اعتراف الكيادة السياسية وتأدير من الكيادة السياسية وشرف كبير بيتم وضعه على العمل الأهلي ومسؤولية كبيرة بيتم وضعها على كافة مسؤولي العمل الأهلي داخل جمهورية مصر العربية فبالتالي احنا بنص جهودنا بنعمل بكسافة من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن المصري خاصة في المناطق المحرومة والمحافظات المستهدفة بكل تأكيد احنا في شهر رمضان المبارك شهر رمضان بيشهد تكاتف الجهود وتكسيف الجهود الخاصة بتقديم الدعم للمواطنين ولكن كل الجهود اللي بتتمي بالتنصيق كامل ما بين وزارة التضامن وبين مؤسسات المجتمع المدني وما بين الوزارات الشريكة في الحكومة المصرية حتى نضمن وصول الخدمة للمستحقين في الكرة المستهدفة احنا مركزين في الفترة الحالية في المبادرة الرئيسية بعد حصر الأسر المستهدفة في المرحلة الأولى مبادرة حياة كريمة اللي تم بالتنصيق ما بين وزارة التضامن وما بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة لاختيار الأسر المستحقة لسكن كريم بدأنا في التنصيق لتنفيذ إعادة تأهيل المنازل خلال الفترة القادمة اللي تم اختيار الأسر المستفيدة منها ده بتتم بالتنصيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي كذلك الوزارة حريصة على دعم الملف الخاص بالتمكين الاقتصادي عشان كده احنا بنشهد عديد من الشركات اللي تمت في المرحلة الحالية ما بين وزارة التضامن وما بين مؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي لتقديم المشروعات تخدم البيئة وكذلك تخدم الأسر في المحافظات المستهدفة احنا شهدنا توقيع بورتغول مع جمعية الأرمان لتنفيذ حوالي 4000 مشروع كذلك شهدنا توقيع بورتغول مع جمعية تحسين أرمان ممكن تدينا أمثلة عن المشروعات المفروض أنها بتحقق أن يبقى فيه نوع من أنواع الاكتفاء الاقتصادي إلى حد كبير لكن كمان بتحافظ على البيئة طبعا احنا المشروعات الاقتصادية اللي بيتم تنفيذها احنا عندنا برنامج فرصة أحد البرامج اللي بيتم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي اللي معني بالتمكين الاقتصادي بنشتغل على محور خاص بتدريب ورفع الكفاءات والمهارات عند الأسر المصرية حتى تكون قادرة على العمل في المشروعات اللي بتخدمها البيئة المصرية احنا حريصين على تنفيذ مشروعات في الكرة اللي بتتطفق مع طبيعة القرية وفيه طبعا كرة عديدة مثلا في سعيد مصر يعني ذات سمعة طيبة في بعض المشروعات وبعض المنتجات فبالتالي احنا بنعزز تدريب الأسر الفقيرة حتى يتمكنوا انهم يكونوا أسر قادرة على توفير داخل لهم والأسرين فبالتالي التدريبات اللي بتشهد المناخ الصحي الخاص بالعمل داخل كل قرية من أجل ذلك احنا عملنا برتكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني زي ما قلت حركت فيه مع جمعية الأرمان عملنا برتكول تعاون لتنفيذ 4000 مشروع في كرة حياة كريمة مشروعات صغيرة مشروعات انتاجية بتخدم الأسر المصرية فيها عديد منها مشروعات زراعية بتتطفق مع البيئة اللي بيعيش فيها المواطن المصري وفيها كمان مشروعات صناعية وتوفير وحدات انتاجية داخل تلك الكرة كذلك تم عمل برتكول مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل مؤخرا لتنفيذ 2000 مشروع داخل الكرة حياة كريمة مشروعات صغيرة كذلك تم توقيع برتكول مع مؤسسة صناع الحياة الخير من أجل تنفيذ قرية للحرف اليدوية من أجل الارتقاء بالمنتجات في الحرف اليدوية خاصة في محافظة أسوان نحن نستغل البيئة اللي عايشها المواطن المصري حتى نخرج أفضل ما فيها بما يعود بالدخل على الأسرة المصرية نعم طيب وإحنا في شهر رمضان الكريم من المؤكد أنه فيه أدوار بتقوم بيها في هذا الشهر الكريم بكل تأكيد إحنا في شهر رمضان زي ما أقولت حالك هو شهر خير للجميع فبنكسف جهودنا من نصك مع مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل التنصيق فيما يخص توزيع المساعدات الغذائية والمساعدات العينية على مستوى كافة المحافظات بنركز على التنصيق أن توصل الخدمة المستحقيها في الكرة بحيث ما حصلش ازدواج في تقديم الخدمة بين الجمعيات وبين الوزارة بننشئ قاعدة بيانات متخصصة بيسجل عليها كافة المستفيدين من كل الجمعات الأهلية ودي مرحلة انتقالية بتنقل المجتمع المدني لها لتانية في مقتار إنشاء منظومة إلكترونية للعمل الأهلي إن شاء الله يتم إطلاقها بشكل كامل خلال الفترة القادمة تم إطلاق المرحلة الأولى والثانية منها خلال الفترة الصابقة والمرحلة الثالثة بصدد الوزارة إطلاقها اللي هتشهد تسجيل كافة بيانات المستفيدين من الجمعيات الأهلية حتى نضمن عدم مجود ازدواج في تقديم الخدمة وحتى تكون فيه خريطة للعمل الأهلي نقدر نبرس فيها جهود العمل الأهلي ونقدر نقول للمواطنين العمل الأهلي بيساهم بنسب على وجه التحديد قد إيه بالضبط سواء فيه خدمات التعليم أو خدمات الصحة أو خدمات المساعدات والحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية كافة مناح التدخلات الخاصة بالجمعيات الأهلية طيب من أبرز المجهودات أيضا يا أستاذ أيمن النقطة الخاصة بمشروعات سكن كريم ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة لو حضرتك تكلمنا عن آخر التطورات الخاصة بها طبعا ما كنت أكيد هي أحد المهور الهمة اللي خاصة بالتدخلات المرحلة الأولى انتهت اللي هي خاصة بحاصر الأسر المستحقة وفك معايير اجتماعية ومعايير اقتصادية لاختيار الأسر والمنازل التابعة للأسر المستحقة وديكت لجنة كنا حرسين نكون في لجنة ثلاثية من التضامن الاجتماعي ومن التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة حتى نضمن حسن اختيار واختيار الأسر بذكة وفك معايير محددة تم إعلانها على الجميع وتم تشكيل مجموعات عامة في كافة المحافظات لاختيار الأسر وتم بالفعل انتهاء منها وتم رفعها على قاعدة البيانات ومراجعة مادة استحقاقها من خلال معايير خاصة بالفقر وزارة التضامن الاجتماعي لها بعد طويل خاصة في برنامج التكافل وكرمة فبالتالي تم تطبيق كافة المعايير على كل الأسر اللي تم اختيارها وبالفعل بدأنا التنصيق مع مؤسسات المجتمع الآلي ورد لنا تكليف من مجلس الوزراء بشأن مشاركة الجمعات الآلية في المكون الخاص بسكن كريم معالي الوزيرة عقدت أكتر من اجتماع مع مؤسسات المجتمع الآلي تم خلاله اتفاق على معايير التنفيذ وتم تحديد العدد المستدف في المرحلة الأولى اللي هيتم تنفيذه وان شاء الله هيتم التنفيذ خلال الفترة القادمة طبعا احنا بكل تأكيد شايفين ان فيه أزمة اقتصادية نوعا ما بتشهدها العالم وبالتالي بتشهدها جمهورية مصر العربية فبالتالي هنبدأ ننفذ خلال الفترة القادمة بالتنصيق مع الجمعيات الآلية وطبعا بتمويل من الدولة المصرية لتنفيذ سكن لائق وكريم للمواطن المصري ولكن احنا عرضين حاليا ان احنا نفتح الفترة الزمنية الخاصة بالتنفيذ حتى نتمكن من تنفيذ المنازل بجودة عالية بالتنصيق مع الجمعيات الآلية نعم استاذ ايمن اشمح لي ان انا ارجع مرة تانية للمجودات اللي بتتم في رمضان وصل الخير اخبار القوافل المتعلقة بوصل الخير اي عايزين نعرف كمان كيفية العمل وكيفية حصر من سيحصل على وصل الخير طبعا شهر رمضان بيباشى التنصيق مسبق من الوزارة مع الجمعيات الآلية فيما يخص توزيع المساعدات وكاراتين الغذائية على مستوى كافة المحافظات وبالتالي تم عقد اكتر من اللقاء بخصوص هذا الشأن وتم تحديد المحافظات اللي الجمعيات هتشتغل فيها واكدنا على مشاركة الجمعيات القاعدية في كل محافظة يكون لها دور كبير في كل محافظة لان الجمعيات القاعدية بتنصك مع وحدات التضامن الاجتماعي في كل محافظة وبيكون عارفين اكتر بيبنعمل مراجعة اكتر من مرة للأسر المستحقة وفي قاعدة بيانات بنسجل عليها كل البيانات حتى نضمن عدم ان الأسرة تحصل على اكتر ومساعدة من اكتر من جمعية في نفس الوقت اللي ان احنا عايزين نفيد اكتر اكبر عدد ممكن من الأسر كذلك احنا بنستقيم مع وزارة الاوقاف المصرية فيما يخص في سكوك الاطعام وتوزيح ما بين مديرات التضامن الاجتماعي ما بين مديرات الاوقاف في كل محافظة حتى نضمن الوصول المساعدات للأسر المستحقة لان احنا في معايير حطينا او في قاعدة بيانات موجودة في كل المحافظات فالتضامن الاجتماعي موجود في كل محافظة وفي كل قرية من خلال الوحدات الاجتماعية ونأكد على ان جمعية او اي جهة بتوزع بيتم مراجعة الكشوف مبدئيا من التضامن الاجتماعي حتى نضمن ان المواطن المستحق هو الوصل للخدمة طيب استاذ ايمان لو تكلمنا عن الدور التوعوي للوزارة في اطار هذه المبادرة احد المحاور الهامة للوزارة بتشتغل عليها طبعا دور التوعية المجتمعية وده احد المحاور للوزارة بدأت منذ اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنفيذها برضو من نفذها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الاهلي في المحافظات وفي الكورة خاصة جمعيات تنمية المجتمع المحلي لان لها قدرة للوصول للمواطن المصري في كل قرية انهم معارفين المواطن ويتعاملوا معا بصفة يومية فبالتالي نفذنا اكتر من حمل التوعية وعقدنا اكتر من بتقول تعاون مع الجمعيات الاهلية يمكن نفذنا مؤخرا الحمل بواعي مصري بتتغير للافضل وجابت الحملة خمس محافظات في المرحلة الاولى من محافظات الصعيد وحاليا مكملين في كافة المحافظات العشرين محافظة المستهدفين كذلك تم توكيع برتكول مع عدد من الجمعيات والمنظمات المصرية زي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتقديم برامج توعاوية للمواطنين في الكورة بحقوقهم طبعا في كافة منها بمفهوم حقوق الإنسان الشامن اللي بيشمل الحقوق في الحياة والحقوق في التعليم وحق في الصحة وحق في الغزاء وحق في مياه نظيفة كافة الحقوق اللي المواطن يجب أن يحصل عليها بيتم بتنفيذ حملات توعاوية كذلك مركزين على الحملات الخاصة بالتنظيم الأسرة ومن خلال طبعا مبادرة اتنين كفاية أحد المبادرات اللي بتنفس تحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبعا منزول عيادات تنظيم الأسرة الخاصة ببرنامج اتنين كفاية خلال الفترة القادمة وطبعا مركزين على البرامج التوعاوية سواء من خلال مبادرة اتنين كفاية أو من خلال برنامج مودة اللي هون مقبلين على الزواج صحيح يعني بيتم تغطية كافة الجوانب في إطار هذا الدور التوعاوي شكرا جزيلا أستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون المجتمع المدني على كل هذه المعلومات